وأيضاً التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الجيبوتية إسماعيل عمر جيلا وأكد الرئيسان على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والوصول به إلى أفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي مشددين على حرصهما على التشاور المستمر في هذا الإطار هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد أهمية الدور الذي تطلع به جيبوتي في المنطقة مشيداً بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وقد تترق اللقاء في هذا الصدد أيضاً إلى الوضع في منطقة البحر الأحمر حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الأقليم وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضيق باب المندب مشددين على أهمية تنصيق جهود الدولة المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار هذه المنطقة